السلام عليكم ايه رب العاملين ايه؟ رب العاملين بخير معاك احمد الله بيض مصور بخبرة ست سنين ومن سنتين عملت شفت كارير وبقيت جرافيك دزاينر النهاردة ان شاء الله هيكون اول فيديو في السلسلة اللي احنا بنتكلم فيها عن الشورت اللي عملناه الوقت اللي بداع دوها لو لسه ما شفتوش هسيب لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف روح شوفه وتعلى تاني السلسلة ان شاء الله هيكون عبارة عن اربع مراحل اول مرحلة هي كتابة السكريبت هتعرف فيها ازاي نكتب سكريبت الفيديو كلاج وبعدين تاني مرحلة هتعلم فيها ازاي نحول السكريبت اللي احنا كتبناه لصوت باسهل طريقة وبقل مجهور في المرحلة التالتة هنحول فيها السكريبت اللي احنا سجلناه لصورة وهنا هنتعلم ازاي نحول الجمل لصور ورابع مرحلة وهي التحريك هتعلم فيها ازاي نحول الصورة الصمتة لفيديو متحريك وكمان هنتعلم ازاي نضيف على الفيديو مؤسرات صوتية الفيديو مش مشترط من انت تكون عندك كبرة كبيرة في برامج Adobe بالنسبة للسكريبت اول حاجة هنعملها في جوجل احنا عندنا بديل لبرامج الأوفيس وهو الـ Google Drive افتحوا مع بعض هنعمل من هنا New Google Doc هنا بقى هنكتب الاسكريبت اللي احنا عايزين طب انا اصلا هكتب الاسكريبت ازاي انا شخصا مش خصص مثلا في كتابة الاسكريبت او كده هعمله ازاي سكريبت بكل بساطة هو عبارة عن حدوتة تمام انا عايز اوصل رسالة او انا عايز اطلع بمعنى من الفيديو اللي انا بعمله خلاص فالموضوع هيبقى ماشي ازاي هيبقى ماشي ثلاث اقسام او القسم البداية او المقدمة بتاعة الحدوتة او الفيديو اللي انا بعمله تاني حاجة الموضوع ذات نفسه اللي احنا بنتكلم فيه وتالت حاجة هتبقى الخاتمة طيب انا عايز اتكلم عن ايه اصلا عايزين نعمل فيديو عن واقل اللي ده حدو بمنتهى البساطة انا عايز اعمل فيديو عن واقل اللي ده حدوح انا بالنسبة لي كان يبقى العنوان ايه واقل اللي ده حدوح هيكون تصمود لفلسطين فدي كده عنوان واقدر استفيد منها في المقدمة انا اكتب بس كده كده مش هينفع فبحتاجي اعمل ايه بحتاج ان انا ادور في تفاصيل الموضوع اللي انا هتكلم عنه هندلوقتي بنتكلم عن واقل الده حدوح فانا اتدورت على اليوتيوب افتح اليوتيوب مع بعض كتبت ايه واقل الده حدوح سكريبت بتاعنا احنا عندنا ايه واقل الده حدوح ايكونة السمود لفلسطين في ظل الحرب عرفنا ان العام واقل ابنه الكبير حمزة فهو بيتقلق واقل الده حدوح او قلعنه ابو حمزة وزي ما احنا ايه هيكونة السمود لفلسطين في معلومة عرفناها لما دورنا في الزيديو هنا ان هو بدأ مسيرته في الصحافة في عام 1988 لما اعتقلته قوات الاحتلال فحنا هنكتب كده ايه في عام 1988 في عام اعتقلته قوات الاحتلال بسبب مشاركته في انتفاضة بقى كده في معلومة تانية احنا ضفناها عايزين نعتبر ان كل سطر ده كده ايه مشهد المشهد الاول وهي للده حدوح او العام ابو حمزة اي قولة صلور الفلسطين في عام 1988 اعتقلته قوات الاحتلال بسبب مشاركته في الانتفاضة الاول ثم فانقول انه دي كانت بدايته يبدأ لذلك سيرته في عالم الصحاف ادي كده معانا ايه؟ مشهد كمان لازم برضو الكلام وانا بكتبه احاول ان انا ابسط المنضوع بقدر الامكان عشان اعرف احاول الكلام ده لصورة لو كتبت تفاصيل كثيرة هلاقي ان انا مش عالف احاول الكلام لصورة كمان فلازم ايه؟ ابسط البسيط انا كده قولنا ايه اللي يبدأ لذلك مسيرته في عالم الصحافة وعرفت لابده في الفيديو انه هو فقط اكتر من عشرين وقرض من افراد عائلته في الحال انه هو كان ناقل لاخبار اكتب مثلا منذ ذلك الحين منذ ذلك حين كان ناقلا لاخبار الحروب التي شاهدتنا غز والتي فقد سيها اكثر فاحنا كده عملنا مقدمة كويسة عن واقل الدحدوح اللي هتلقلنا لرسالة اللي احنا عايزين نوصلها من خلال الفيديو ده فاحنا كده اعتبر دي كده ايه؟ ممكن نسميها المقدمة نبدأ بقى في ايه موضوع موضوع اللي هو ايه؟ تفاصيل بقى كل حدث حصل في الحال هو كان اول حاجة استشهاد بعض افراد وسرته وبعدين استشهاد سامير وسامر ابو دقة وصابته في كتفه وبعدين استشهاد ابنه حمزة وبعد كده عايزين نوضح ان ده مش حال ويد ده حدوح بس ده حال كل ابناء قطعة غزة فدي حاجة احنا عايزين ايه؟ نضيفها معنا في اللي هنا بقى هنجيب التفاصيل بتاعت كل حدث نجيبها من السكرت لها كنت كاتبه بقى انا كده ايه؟ قطيت الموضوع او الاحداث بتاعت الحرب كلها طيب انا جبت اصلا تفاصيل دي منين؟ دي صورة كانت الجزيرة منزلها بعد استشهاد حمزة عملوا فيها توصيق للاحداث اللي حصلت في الحرب فايه البيانات مزبوطة وموصوكة؟ ده كده الموضوع رسالة اللي انا عايز اوضحها بقى من الموضوع ده ايه؟ وايه؟ ده دوح هادو هاد هر من دين مليون من ناء طاع غز طيب كده احنا خلاص خلصنا المقدمة والموضوع والرسالة ايه بقى الخاتمة اللي احنا هننهي بيها؟ اللي عايزين نوضعه في الخاتمة ايه؟ من 7 اكتور بداية القصة ده كده بالزبط اللي انا وقفت عليه ساعة لما كنت بقى من السكريبت في الاول عشان بقى يوصل للشكل النهايي اللي انا وصلت له عملت ايه؟ قلت على شارجي بيتي وديته الاسكريبت اللي انا كتبته قلت له ان انا عايز الاسكريبت ده عايز اعمل له اعادة سياغه بشكل صح هلا ايه بقى هو اضاف لي شوية حاجات ايه مثلا زي العنوان غير في حاجات وهكسب فانا بشوف النموذج اللي هو بالنسبة لي يبقى تمام انه انا شايف ان هو زود في الكلام او ممكن اقول له ايه؟ خل الكلام فيبدأ يبعث لي نموذج تاني فيه كلام قليل اخد منه اللي انا محتاجه وعيد سياغه تلعب فيه مشكلة بالنسبة لي وكده بقى معايا نموذج نهائي هو اللي انا هبدأ ايه؟ اسجله بالنسبة لسبعة اكتوبر لما فتحت شات جي بي تي ايه اللي عفدني؟ انه هو كمل لي الختمة انا قدت حاس ان انا كده وقفت في حتة مش مش مظبوطة لها ايه؟ سبعة اكتوبر مش بداية القصة شات جي بي تي بقى اضاف ليه؟ كان مجرد فصل جديد في سجل صمود فكده خلى لي الختمة ايه؟ كاملة بل كان مجرد فصل جديد في سجل الصمود خلى الختمة كاملة معايا وبكده يبقى النهاردة استخدنا ازاي اكتب سكريبت؟ فتنشوناك بقى من اللايك والشير والكومنت واتنشوناك من صالح دعا سلام